وكنت في كلامي نوهت عن الوضع في اسرائيل بول ان الفلوس هي اللي بتوجع وعندهم بقى بتوجعهم قوي ارجعوا كده بذكرتكم الوراء بالذكرة كده لما كانوا حتى عايشين في مصر يقولك ايه لو حد مثلا بخيل شوية تقول لك عم انت ياهودي لانه عنده القرش ده يعني صحيه النهاردة على خبر تخفيض وكالة ستاندارد انت بارز نظرتهم للاقصاص الوكالة دي هي من الاخر كده اللي بتقول العملة دي قوية ولا مش قوية الفلوس دي الاقتصاد ده ماشي ازاي ايا دي شغلتها التصنيف ومعتمدة واللي بتقوله بيمشي على الكل مهم يعني الوكالة قالت ايه لو الحرب وقفت ممكن نرجع التصنيف تاني لوضع مستقر عشان يبدأ فعليا اقتصاد اسرائيل يدفع تمن العدوان على غزة هو بخفضوله البتاع اللي سلبي عام والدنيا عندهم خربانة ده غير ان تشكل وهو الشكل ده طبعا العملة عندهم زي الجنيه عندنا كده هو عندهم اسمه الشكل النزل لأدنى سعر له وصاد الدولار من ايام 2015 منزلش النزلة دي طب البورصة خفضت او يعني خسرت 7% في يوم واحد والنهاردة الوزير المالية الاسرائيلي المتطرف سومتريتش كشف ان التكلفة اليومية للحرب قديه ربع مليار دولار في اليوم الواحد في اليوم الواحد بيفرقعه صواريخ بيضربه صواريخ كده على اقطاع غزة اقطاع غزة والله قدي كده بيفرقعه عليه صواريخ بربع مليار شفتوا بقى الظلم والجبروت قديه مهم يعني وقال للاسرائيليين الميزانية دي ما بقتش نفعانا وانا هعمل واحدة غيرها عشان خاطر نشوفه الدنيا مش عاملا ازاي طيب ده معنى ايه ان التهور التهور في اتخاذ القرارات الغطراسة الزيادة ما تنفعش مع الدول اصل مش بالعافية فاكرين دايما بقولك هو ليه الاجتياح لحد النهاردة ما تمش هو ما قدرش يعمل اجتياح هو يكتح في حالة واحدة اما يجيب كل حاجة على الارض لكن يدخل حرب مدن يا بيه بقولك بيستخابه وراء المركافة والله وانت فاكرين باتريق صح والله ما باتريق الجند الاسرائيلي ما عافش يواجه طيب ارجعوا ل67 وحرب للسنزاف لحد 73 في الفترة دي طيب أرجعوا لحرب 73 نفسها انتوا فاكرين ولا مش فاكرين العقيدة بتختلف الجندي المصري عنده عقيدة المواجهة ليه هو لو ماتش هيد دي لوحدها عنده هدف طب هو بالنسبة له لو ماتش هيد هدف خالص والله خالص والله يعني حتة الشهادة دي مش عقيدة عنده لكن انا وانت عندنا الشهادة دي ده احصل حاجة اتمنها في الدنيا ان انا اخرج من الدنيا دي اقابل ربنا كده وانا شهيد واكفن بهدوم اللي انا مدت به تعالفين الشهيد طبعا لا يكفن الشهيد طبعا لو مات بزيه العسكري او بالحرب بيه بيهدفن كما هو هو كده السنة بتاعين فهو عقدته غيرك عشان كده لما بقول لك لازم يمشي ولا المركافة والله لا بد تريأ ولا حاجة خالص انا بحكي لك الحقيقة انا بشرح لك القصة بالزبط هو ده النظام طيب دليلك ايه كمان في حاجات تانية هقول لك حاجة فاكرين حرب بيتنام اللي حصل لامريكا الجيش الفايتنامي قابل الجيش الامريكي الجيش الامريكي فاز عليه طبعا انتصر عليه اففل مش فاز عليه انتصر ليه لا تدفيه فروق كتير قرر الجيش الفايتنامي يعمل ايه قلليك لا لا انا كده جنودنا هتموت انا كده هنقسم مش نفعنا القصة دي طب نعمل ايه قلليك قابلهم جوا بقى حرب مدن امريكا دائت الامرين في فيتنام دي في عندكو افلام كتيرة جدا منتشرة وفي عندكو طبعا جوجل ادخلو كده عملو سرش عن حرب امريكا في فيتنام خسروا جنود وقوات ومعدات لا تتخيل قاموا عاملين ايه امريكا قالوا مسألوا عليكم عام انتو ناس مجانين انتو مضحيين انتو مضحيين طب يا عامي مثال تاني اه افغانستان دخلوا الجيش في افغانستان قابلوا الجيش الافغاني ايه اللي حصل جيش الافغاني نفسه بضيئة ما عنديش طيران زيك ما عنديش ثواريخ زيك انا قابلك اكد واجهل الوقت هيعملوا ايه قالك نقابلهم في الجبال امريكا يا ولداء في افغانستان دي في الجبال والله وفي دي روايات موجودة مش وجهة نظر في جنود كانوا بيوتوه في الجبال اما موظرش على فكرة اما موكلش عاك في نعم الدعابة دي حقائق مكتوبة الصيف كمان هناك كان من نسبالهم جحيم تبتتكلم في جبال الشمس ضربة فيها يعني من الصبح بالليل يعيني الجند الافغاني ولا يفرق معها شجرة ينم تحتها يبقى مبسوط الامريكاني ما فيش الامريكاني ما يفحش الكلام دا عايز سندودش بيرجر وعايز الحاجات اللي بتفهم منها مش بتاع الكلام دا يعني فعشان كده بقول لكم والله بكررها ما هي ترياء في فرق بين عقيدة مقاتل يمتلك آلة ضعيفة وفي فرق بين مقاتل ما عمدوش عقيدة لكنه يمتلك آلة عظيمة جدا انسى يا بشا عقيدتك القتالي هقول لكم حاجة وفي 73 انت متخيلين ان احنا فوزنا او انتصرنا وقهرنا العدو الصهيوني في هذه الحرب 73 المجيدة لان احنا كنا سلحنا اقوى يا راجل لا دا انت ما قردش تاريخ نحنا كنا سلحتنا اولا اول سلح كنا بنحارب به ايماننا بالله سبحانه وتعالى تاني سلاح حاربنا به تكاتفنا وقوتنا وان احنا نخاف على وعد يا راجل في 73 البيوت في مصر لما الارب حامت لما الحرب قامت لم يتم تسجيل سرقة واحدة تخيلوا حالة سرقة واحدة ما تمتش في حرب 73 دي في بيوتنا بقى مش عجبها لك يعني في البيوت ولم تسجل حالة اعتداء واحدة يعني كانوا عجبها ايد واحدة وكانوا في الارض في البيوت في كل المحافظات في الصعيد وفي الدلتة وفي كل حاجة ايد واحدة هو ده الفرق اوعوا تصدقوا بس ان عشان كده لما جبنا لكم المشاهد الخاصة بخواتنا والاستفاف احنا كنا فخورين اه بس صدقني انا فخور بحاجة اكتر من كده عقيدة الجندي المصري المقاتل